مرحبا أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست يلي ساعة جانا أنا دكتور جانا بورسلان واليوم بالحلقة حنحكي عن الانفصال الbreak up وقدي الواحد ممكن يوجع قلبه بس لأنه طريقة الانفصال ما كانت هي المستحبة كان في طرق تاني ممكن تكون أفيض مطمئنة أكتر وأخف أساوي فأحيانا كتير نعرف نحن أنه الانفصال شو ما نعمل هو صعب على الطرفين على الشركين ولكن اللي بيزيد الطين بلق بأحيان لدرجة هي الطريقة يلي عم ننفصل فيها عن الشخص يلي بتجمعنا معه على أعاطفية هيدا البودكاست انتاج حكواتي قدي حلو نكون نحن بعلاقة مع شخص حتى لو خلص وصلت لنهايته ولازم ننفصل أنه نكون واثقين أنه هيدا الشخص في حال بده ينفصل عنه بيعرف كيف يطلع بضرر أقل للطرفين للفريقين يعني ما عم نقول أنه واحد ما رح يتوجع وما رح ينكسر قلبه لا بس فرق ما أنه رح أعطي أول طريقة في كتير ناس بتصير تماطل وتماطل وأنه يلا بعد عرس إختها ببلش مهد له والمماطلة بتصير أنه هلأ عيد ميلادة ما فيني أعمل هيك لا كأنه هالخطط وهالأشياء اللي بتجمعنا من نشاطات اجتماعية وغيره هي سبب أو حجة مقنعة لأنه نضل عم نشتري وقت وعم نماطل لا هيدا الطرق بالتحديد ما بتخدم حدا يعني هي بالحقيقة إذا شيء بتضر أكتر بكتير ما بتفيد لأنه بالآخر هيدا الشخص رح لما يعود لحاله رح يتذكر مش بس أنه أنتو تركته كيف تركته وهون بيبين قدي الإنسان ناضج نفسيا وعاطفيا إذا بدو ينسحب في طريقة تكتيكية في أسليب أقدر أنا بضرر أقل أقدر خلص أنهي علاقة معينة ويمكن كون جاهزة لعيش حياتي بطريقة تاني إن كان من علاقة تاني أو كون لحالي طريقة تاني يلي كمان غير مستحبة بأنه ابدأ عد بلاقحة شو هن الأشياء اللي أنا مجمعتهم ضد هيدا الشخص يعني ببلش أنا بصوب هاك الأصابع عليه وبتهمه اتهامات كتير قوية يمكن تكون مظبوطة مش عم نحكي بأنه أنت اليوم عم تختلق وبتبتدع شي من عندك لا نحنا عم نقول أنه بدل ما تحضر هاللاقحة وتقعد تقول له شفت ما أنت كل الليل ما بتنام بتقلقني معك ما أنت موديلك غريب ما بتهدب ولا شغل السي في عندك أصلا كل ست شهر بمحل كيف أنا بدي أكون مع حدا ما بيعرف غير يضل بسراعات مع أخواته أهله أصحابه وبتبلش كل هالاتهامات ومثل كل واحد مترس هيك ورا مترس ويلا أنابل ومدفعية على الآخر وكأنه هاي طريقة كتير حلوة انسحب كأنه الأد ضروري أنا أجي بلغة هجومية لحتى إنهي علاقة في شي طريقة تاني ممكن تكون فعلا أقل ضررا الناس اللي عنده النج عاطفة أقل من غيرهم ممكن لينهو علاقة يكونوا فجأة يقرروا يصيروا كتير مناح وكتير نايس يعني بصير الواحد إنه بدوا يتركوا مستحة أو خيفان على قلب التاني بصير يعملوا نشاطات ويحكي حكي حلو وهيك عم بيجاهزوا بصير عداك عم بيقول يا عمير شو فيه خير إن شاء الله بيحسوا قلبه إنه يا عمير شو رح نترك نحنا شو عم بيصير بالحياة فهالطريقة كمان فيها نوع من الخداع العاطفة لأنه مثل كأنه واحد عم بيفرش له هيك الدنيا حرير وأمان ويلا سجد أحمر ووقع من المهوار اف شو ممكن تكون مأزية اف شو ممكن تكون مدمرة لأنه ما عم نكون صريحين لأنه ما عم نمهد بطريقة نحافظ على نفسية الآخر فعلا نجهزه يمكن هذا الشخص يسرح بتفكيره ويقول يا عمي شكله خطيبة رح يتقدم لي هلأ شو عم بيصير فشوف قديه أنت عم بتوسع خليني أقول الجاب هالفجوة بين شو الشخص تاني عم بيتوقع وبين الحقيقة وين أخده طريقة الرابعة بالتركة يلي هي مش منيحة أوكي مش هيك الناس الوعيين بيتركوا أنا شخصيا بكرهها كتير لأني معرضت له هلأ حشارككم بشغلي أنه بيبقى الواحد شو منه عارف كي بده يطلع من التاني بيصير أنه هتلى طلعه منه بيبلش يختفه أو يشرب مثلا بيجي هيك شربان مزهزه مدري كيف طب هو اللي مش طبائعه اللي عم يتصرف بها الطريقة ما بقى يبعث messages good night أو فعلا يمكن واحد ينترك برسالة بهالبساطة أنه بحاول خلاص هي تتركني أو بحاول أنا خلي خطيبة هو يتركني ما بطه هالأساليب أنه استدرجه لحتى تطلع منه مش مني قديه فيك تضلك تهرب وقديه فيك تضلك عب تضحك أغيرك هل أنت فعلا فهمين مبدأ الحق والعدالة بالعليقات لأنه إذا منك عادل مع نفسك ومع غيرك وبتبدأ بعواطفك وبنطجك العاطفة وما حدا يقل لي غير هيك أهوين بدك تكون عادل بعد كل المفاهيم وكل القيم منظومة وحدة كله بيلحق بعضه يعني حتى بدي أتجرأ وقول أعلى مستوى من رجال الدين ومن الناس اللي عندهم صحوة وهن واعيين جدا إذا ما كان عندهم نطج عاطفي ليواجهوا ليحكوا الأمور مثل ما هي بأقل إساءة بأقل دررا طيب إنه كيف أنا بدي انسحب من أشياء يمكن وعط ناس فيها فشوف النطج العاطفي مش بس بالعليقات نحن أحيانا بنترك مشروع بدي إيه بدي وسع الصورة شوي وسع الإطار أحيانا بيصير فيه مشكلة طيب ما بدي كمل بهل بالمشروع بالخطة بأي شي هاك بدي يصير اشتغل بالتاني لهو يطلع منه أشياء لا بدأ تنتهي دايما هاك بقولوها على مضض يعني لا لا بدأ تنتهي بطريقة فيها زعل ما بعرف قول اللي بدي قوله اعترف قول لحظة أنا هيدا الموضوع اللي بدي افتحه هو صعب لا إلي لأنه ما بهين علي زعلك ما بهين علي تركك بس بالعكس أنا بقدر أنه الصراحة اللي اتفقنا عليها من البداية هي أهم بكتير من الوجع يلي أنا ما رح بقدر أصلا أقطع عنه وقفيه يعني بدنا نحس بوجع التركي بس بتفرق كتير كيف واحد عبيترك التاني لكن كيف هيك بتروح بالصخرة ففعلا أفضل أسلوب شو بيقلك صراحة راحة وتعود كلنا نعتمده يعني في أحلى من إنه تكون مباشر بالطريقة تقول للشخص لك أنا ما عم بجرب خفف من وقع الإحساس بالتركي أكيد هو شي يعني مش حالو منزعل ومننقهير وفيه خضلان وفيه كتير مشاعر سلبية بس أنا بفضل كون صريح معك وما لف ودور وما أعتمد أسليب الهروب أو أسليب قضي تهمك بشي تاني لأ أنا بشوف إنه نحنا إجا الوقت نترك ببدي أعطيك علامات وخليك تقعد تفكر وتحلل لحالك لأ أفضل طريقة واحتراما لا هالعلاقة لجماعتنا والأهم احتراما لك لشخصك إجي أنا بادر وقول هون الإشكاليات أنا ما بقى فيني يكمل لأنه وبستعرض مثلا بدل ما توجه له اتهامات بالشخصة بشخصيته أنت بتشانخر كتير كل الليل بتأزيني مثلا يعني هيك لأ شو بقول بلجأ لأسباب إن ليه نحنا بعلاقتنا بهالمساحة ما بنقدر نكمل سوا مثلا في شخص ممكن يكون مبذر أوكي ما أحلاها وما ألطف الشخص وقدى فيها تواضع الإنسان يعني ترفي يقولي عمي أنا مبذر أنا شخص هالقد مش اقتصادي وانت كتير بتنتبهي وبتحس به وبجت وبلان وميزانية وموازنة طيب في أزكى من هيك طرق اليوم نلجأ له بدل ما إحكي بالشخصة وبدل ما وجه له أصابر الاتهام وانت بس تزعل بتنحر شيء خمس ساعات ممي بدو يفهم عليك بقى بدقر عليك شو في براسك لا 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 بيبعد عن هالأسليب بروح بيزكة بيخفة بيحنكة بيدهاء شو بعمل بتعرض للعلاقة بيحكي بالعلاقة شو الإشكاليات الحقيقية مثلا أنا ما بشوف إنه فينا نكمل سوا لأنه اتنيناتنا منظل معصبين ومكهربين وعننا أنجزايتي أو توتر أو قلق طب مين بدو يهد التاني إذا اتنيناتنا شفت كيف هيك بعدت الصورة عن اتهام مباشر شخصي ما بقى عم بأزة عم صلت الضوء على آلية العلاقة عد نمكية فممكن تكون أخف نحنا ما عام نقول وما بنسترجي نكذب وندعي إنه هلأ صارت خلاص ما فيها وجع لا تركي بتوجع بس في وجع أقل وكتير بتفرق الأشخاص اللي عندهم زكا عاطفي كمان بيلجأوا لأسلوب معين يلي هو بيعرفوا بيدركوا بالأحرى عندهم إدراك ووعي تام إنه رح ينكرهوا رح ينكرهوا إنه شفت لك شي واحد بالتاريخ ترك مرته ولا صحبته وحدة تركت حبيبة وبالأول ما كره ببع في صدمة إنه كيف كيف أنا البنترك فيها الإحساس بالرفض وهون تعامل الأشخاص مع إحساسهم بالرفض مش بس يعتمد على سماتهم الشخصية وهن قدام دربين وعندهم نطج عاطفي وغيره لا بل على أنا كيف عم بتتوجه بهالتركة يعني مثلا فيني أجي اعترف قول بتعرفي لكن أنا وياكي كنا بعلاقة مثمرة بتجنن بتذكرها لآخر أيام حياتي ولكن إذا بنا نكمل طب كيف أنا مثلا بضل بالشغل أنا وركهوليك بحب شغلي كتير أنت بتقبلي شوف كيف هوني عم بتسلط الضوء على ديمومة العلاقة وأنه هيدا الشخص يقدر يشوف وهي النقاط الضعف بالعلاقة إذا استمرت فهالحنكة اليوم حبيت تسلط الضوء علي من خلال هالحلقة لنقول أنه كيف بيقولوا بالتواصل أحيان صوتك بيأسر النبرة بتأسر وكلامك بيأسر بس هو أكتر شي عن جد بيأسر الطريقة 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 فكمان بالتركة قدي ممكن توجع وبتكسر القلب حتى بالإيموجيز في قلب مكسور صح؟ بس في كسرة بتفرق عن كسرة خلينا هيك نلطفها يعني نبلسمها شوي على قد ما منقدر لحتى نضل محافظين على حالنا قلبنا وكمان نقلوب الأشخاص اللي يوماً ما كانت تعني لنا كتير ونسبب لهم إذا ما نسبب ضرر يكون أكيد الأقل البير مينموم بالإنجليزي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة اليوم ما تنسوا ضيفوا تعليقاتكم وإذا عندكم أسئلة بصندوق وصف الحلقة في كل الهاندلز لسوشال ميديا للبودكاست يلي ساعجنا ولقوا إلي شخصياً كان على الفيسبوك تيك توك الإنستغرام ويلا نشوفكم الأسبوع القادم بائي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة